موسيقى محبا راحة بكل حد مانجود ولو كان الدكتور إبراهيم واقف هنا هيقول لك لو ملكش كنيسة فاعتبر ان دي كنيستك كمان لكل حد بشاهدنا سواء على اليوتيوب او الفيسبوك احنا بقنا فترة بنتكلم في موضوع كبير من رسالة العبرانين ونهاردة احنا في رقم خمستاشر عن موضوع العهد الجديد او اللي كان بينقشه العبرانين في اصحاح 8 وده اللي هنقرأ النهاردة كل اللي انا بعمله النهاردة انه بنقرأ جزء من اصحاح 8 بنشوف الكاتب عايز يقول ايه انا عندي نقطتين قبل ما ادخل في الموضوع النقطة الاوانية انه اللي احنا كنا بنرنم بيه واللي احنا النهاردة بنحتفل بيه ميدة الرب ده ملخص الكتاب المؤدس من الفولياءه هو المسيح المصدوب المقام من اجل كل شخص كتاب المؤدس مش بيكلم عن عقائد نتناقش ونتعارض فيها ونخاصم بعض فيها لو في عقيدة في الكتاب المقدس كله قالف الياءه فهو المسيح الذي جاء اللي احنا كنا بنرنم له النهاردة نحتفل بيه ده محور الكتاب المقدس ده كل الانبياء بيشهدوا عن اسم يسوع لانه مخالص فمتحاولش تدخل في نقاش بيطلعك عن محور وقلبه وهدف الكتاب المؤدس كتاب المؤدس لا كتاب سياسة ولا اقتصاد ولا فلسفة ولا تاريخ ولا جمرافيا كتاب خلاص لو انت تقريت الكتاب المقدس ولم تأخذ المسيح مخالص شخص فيه حياتك مع زرة انت هالك ايا كان ثقافتك وايا كانت درستك وايا كان علمك وايا كانت خدمتك في الكنيسة بدون المسيح في قلبك الهلاك هو نصيبك احنا كنا بنسعم عن اخ جزيف الفرز ان في ناس بتحاول انها تقرى الكتاب عشان تنقض الكتاب وانا عن نفسي بقول اللي عايز ينقض الكتاب من بره كنيسة مش مشكلة لكن لم يجي النقد من جوه الكنيسة ده المصيبة اللي احنا عايشين فيها ورسالة العبرانين بصفة عامة وصحة تمانية بصفة خاصة كان محور هجوم للكتاب المؤدس ولكن انا هقرى اول آية في عبرانين 8 اول آية ده راية من النهار ده بس هقرى اراية مش اكتر في عبرانين 8 آية واحد بيقول اما راس الكلام لو انت محضرتش اي خدمة من الخدمات اللي احنا بنقولها ده العبرانين بيلخص كل اللي بيقولوا في كل الأصحات اللي فاتت في الأصحات السبعة يعني انا لما اجي كمدرس و اجي مثلا في نهاية السنة بقول لهم شايفين الملخص بتاع المنهج هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة فالتكتب العبرانين كان بيحكي كتير في أصحات واحد واثنين ثلاثة اربعة لغاية أصحات سبعة ده كان يعني بصراحة تعليم تقيل شوية عن رئيس الكهنة الذي ليس على ردبة هارون ولكن على ردبة ملك صادق اكتلمني فيها الأسبوع لفادي وأثبتها من قصة موجودة في العهل عديم وهي ملك الصادق الذي ظهر لإبراهيم وإبراهيم أعطاه العشور أي أعطى له التقدمة أي أعطى له كل المجد والكرامة بصفته أعلى منه وبالتالي فلم يكن الهدف في الكتاب المقدس من الكهنوت اللاوي أو كهنوت هارون ده كان موجود حتى وقت الإصلاح أو حتى مجيء المسيح ده مش الهدف اللي احنا هنلفه ونظر حوالي داك الموجود عشان يقول أنه مفيش حد يقدر يوصل ويوفي ويكفي دفع الخطيئة إلا زبيحة المسيح الواحدة الكاملة المرضية أمام الله ده اللي بيعمله كاتب العبرالين عشان كده لم يجي هنا في آية رقم واحدة بيقول رأس الكلام خلاصة الموضوع خلاصة العبرالين بل خلاصة الكتاب المقدس كله أن لنا لنا دالية وليك مش لأي حد تاني لنا ده بتاعتني إحنا لنا مين؟ رئيس كهنة وإحنا قلنا قبل كده والكنيسة أعلقتها برئيس الكهنة الكنيسة من عاش الواقع بلكهنة أساساً ولكن رئيس الكهنة ده كان ممثل الله في العهل الأديم كان بيدخل في قدس الأخداس وحده بس ليعمله ليقدم عن نفسه وعن كل شعبه زبيحة دم تقدمة الله يقبلها فيكفر عن كل خطايا الشعب وإحنا قلنا النظام ده كان نظام معيوب وزائل وناقص وغير كامل لأن نشوف بعض الجزء منه النهاردة لأن كل سنة كان لازم رئيس الكهنة أي هارون ينجي ويدخل ويقدم الزبيحة ويطلع والسنة الوراها يعمل نفس النظام ده والسنة الوراها والورا الورا بس كلام ده مكانش منتهي لغاية لما يجي المسيح ومش يدخل في كهنوت أردي أو في هيكل مادي ولكن دخل للمسكن الحقيقي اللي نشوفه إلى قدس الأخداس الحقيقي إلى عرش السماء وهناك قدم لا دم زبيحة بل دم نفسه مش في قدس أخداس مادي ولكن في الهيكل الحقيقي قدام الله الله هو المعني بالدم دوت عشان كده بيقول أن لنا رئيس كهنة مثل هذا ومفيش حد تاني زيه في كل العهد القديم قد جلسه جلسه دي متعديش لأن كل العهد القديم مكانش فيه كرسي أساساً جوه لهيك منوع الجلوس كرسي ده مكانش موجود متوفع فرئيس الكهنة كان يوقف ويقدم الخدمة دي ويطلع ما يعودش لكن أول مرة نشوف أن فيه رئيس كهنة بيجلس ولم يجلس ما يقومش تاني لم يجلس لإجلس لأنه أنهى العمل طول ما هو واقف معناه أنه الدنيا لسه شغالة وأنه فيه خطايا بتتعمل وفيه تكفير لازم يتم لكن لم يجلس معناه أنهى الموضوع أو أتم الموضوع أنه خلاص جلس فين؟ مش جوه الهيكل ولكن فيه يمين عرش العظم فين؟ في السماء فالمسيح السماوي جي من السماء عشان يخلصنا إحنا ومش يسيبنا هنا في الأرض ولكن كمان هيخدنا معه فين؟ في السماء ده الهدف من الخلاص مش إن إحنا نخلص هنا ونتروح أو نتلاشى أو زي ما حد بيقول ننتهي؟ لا فيه حياة أبدية وهو يضمن لنا حياة الأبدية لأنه رئيس الكهنة إحنا بنقول إنه خدمة رئيس الكهنة هي إنه يشفع في الناس التعبين في الناس عندهم مشكلة مع الخطيئة ببيجي عند كرسي الرحمة ويترجى من الله إنه يقدم لهم رحمة ويغفر لهم الخطايا بتاعتهم وده اللي عامل المسيح هنا بيقول خادما للأقداس والمسكن بش شايف كلمة الحقيقة دي طالما إنه كتب كلمة حقيقة إنه معنا كده كان فيه حد غير حقيقي أو كان فيه مثال أو رمز شبه الحقيق وده اللي كان موجود في كل العهد الأديم اللي هنشوفه في أي رقم خمسة في أي رقم خمسة بيقول إنه فيه ناس بتخدم شبه السمويات مش السمع عينها ولكن تخدم شبه السمويات وظلها الظل يعني دلوقتي لو أنا قفت في النور أنا فيها الظل هم كان شغلين في الظل لأ لكن حقيقة ما كانوش شايفينه لأنه المسيح ما كانش لسه جاه جاه فهم شغلين في الظل وبيترجوا إن الحقيقي في يوم الأيام هيجي وينهي الظل لما يجي الحقيقي الظل ده خلص ما يلزمناش لأنه اختفي عشان كلا دول كانوا بيعملوا في المسكن شايف المسكن ده أهل مسكن ده كان مسكن شبه الحقيقي شبه سماوي ده اللي كان موجود في أيام كل العهد الأديم لأن الله قال لموسى في العهد الأديم أنت هتعمل شبه المسكن الحقيقي على الأرض ليه يا رب ما تعملش الحقيقي مرة واحدة أولا لأن الواعد ما كانش تم سين لأنه ملء الزمان ما كانش لسه جاه فكان لازم الإنسان يحس بعجزه فشله عدم قدرته واستطاعته أن يوفي مطالب الله إلا في المسيح اللي يجي لو كان العهد الأديم قادر يخلص الناس ما كانش فيه لزوم لمجية المسيح وكان كل قصة التجسد والصليب قصة لا معنى له لازم تفهم ده عشان كده بيقول خادما هم النازل الآية خمسة دول كل هارون والكهنة كان بيغدموا وهو كمان بيغدم بس مش بيغدم في الأرض ولا عمره يغدم في الأرض يغدم فين يغدم في الأغداس الحقيقية وفي المسكن الحقيقي الذي نصبه مين الرب مين اللي نصب الهيكل أو خمسة الاجتماع موسى اللي نصبه ومين اللي نصب الهيكل سليمان اللي نصبه بس الرب المسيح يغدم فيه هيكل نصبه الرب لا إنسان وده موجود في كل عهل قديم على فكرة انه الله لا يسكن فيه هياكل مصنوعات الأياد الموضوع ده منتهي على فكرة معروف من أيام زمان على فكرة لكن في آية رقم ثلاثة بيقول لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قربين وزبادي خدمة رئيس الكهنة دي شغلية أساسية أنه ييجي في يوم الكفارة يدخل مرة في السنة قدام كرسي الرحمة وياخذ من دم الزبيحة ويرش على تابوت العهد وإحنا قلنا أن تابوت العهد ده كل الجوه شريعة لأنه أنا كاسر شريعة والله بيرش الدم ده عشان يكفر عن عدم أو نقصاني لتتميم الشريعة لغاية ما ييجي المسيح اللي يتمم الشريعة وأنا أستخابة في المسيح والله ما يشوفنيش أنا لكن يشوفني أنا من خلال المسيح اللي غطاني بدمه بيقول كده لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قربين وزبايح فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أي المسيح أيضا شيء يقدمه أو المسيح هيقدم إيه؟ هيجيب طور ويقدمه؟ لا 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 لكن يقدم إيه؟ نفسه يقدم نفسه لكن أي رقم أربعة ناقشناها في الأصاح اللي فات بيقول فإنه لو كان على الأرض لو المسيح كان موجود على الأرض لما كان كهنة قلناها المرة اللي فاتت ما ينفعش المسيح يدخل هيكل لأن المسيح من صبت يهوزة والكاهن واللويين كلهم ورئيس الكاهنة موجودين من صبت لو في المسيح ممنوع أن يقدم عن الشعب بحسب النموس الأرضي لما كان كاهنة إيذ يوجد الكاهنة اللي بيقدموا القربين حسب النموس والمسيح ما يقدرش يدخل في المنطقة دي بس احنا شوفنا المغلفات اللي المسيح قدر أنه مش يدخل في الهيكة الأرضي ولكن في الهيكة السماوي ليس بصفته من صبت هارون ولكن بصفته ملك صادق ملك صادق اللي ظهر في صفر التكوين لإبراهيم كملك وكاهن في آن واحد وده إثبات أن المسيح هو ملك وكاهن في آن واحد مفيش ملك ينفع كاهن في كل عهن قديم الملك بيجي من صبت يهوزة والكاهن يجي من صبت لو الاثنين ما يتقابلوش مع بعض أبن بس المسيح اللي عمل دي بس مش عملها بنسبه الجسدي ولكن عملها كونوا ابن الله آه ودي كان آخر آية ختم بيها عبر نيسا كونوا ابن الله ابنا مكملا آية خمسة قلناها الذين يخدمون شبه السماويات وذل الله كما أوحى إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن المسكن الأرضي الأول رالو نموذج مكت أن تصنع كل شيء حسب المثال إذا كل موجود في الأرض ما كانش الحقيقي كان مثال شبه السماوي الظل للسماء ما كانش الحقيقي ما كانش الهدف ما كانش الأصد ولا الغاية الذي أظهر لك في الجبل ولكنه أي المسيح ولكنه الآن متى حصلت الآن؟ لما مات المسيح وقام وجلس في يمين العظم شكرا للناس الصحية وفهم ما نحن نعمل إيه وجلس في يمين العرش ده لما وقف قاعد المسيح في الحتة دي الآن حصل على خدمة أفضل وجه المفضلة هنا أفضل من مين؟ من اللي كانوا بيعملوك كل دول في الظل حصل على خدمة أفضل واحد بمقدار ما هو وسيط العهد أعظم آه هنا احنا بقولنا أنه موسى كان وسيط العهد أيام العهد دي لكن المسيح هو وسيط العهد في العهد الجديد لكن هذا العهد عهد أعظم وده مفهوم العهد الجديد قد تثبت على مواعيد أفضل الأفضل العب العنين بتميز بصيغة التفضيل الأفضل والأعظم والأكمل بالأبدي بالحقيقي بسيجي في آخر آية آية رقم سبعة بيقول فإنه لو كان ذلك الأول بلعب لما طلب موضع لثاني لو كان الأول بلعب لما طلب موضع لما أنا حط الاثنين دول في أول وفي تاني من الأول ومن التاني لو كان ذلك الأول لعهد النموس وعهد شبه السماويات عهد الظل عهد موسى عهد كهنوت لاوي وهرون لو كان بلا عيب لو كان يعرف يوصل لو كان يعرف يخلص أضيط الإنسان ما كانش في داعي إنه يجلنا المسيح وانت المسيح جاي تعمل ما إحنا وصلنا ما إحنا خلصنا قال لا في عيب هنا السؤال والله يعمل نظام معيوب هناك المشكلة هل الله يعمل نظام معيوب الإجابة لا طب ليه هو بيقول إنه في عيب الله ما يعملش نظام معيوب ولكن هذا النظام كان رمزي زو غير كامل ما ينفش أصد الله فالعيب مش فيه أصد الله ولكن العيب في إنه هذا هو ما يقدرش يكمل موجود لغاية لما ييجي الحقيقي يقدر يوفي في العهد القديم ما حدش قدر يعمل دوت لكن في العهد الجديد إحنا نقدر نعمل ده مش بقدرتنا ولكن بعامل المسيح لأجلا وبالتالي 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 فأنا لما يجي أحط العهد القديم أصاد العهد الجديد بعرف جدا أنه مفيش وجه مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد ما ينفعش يتحطوا جانب بعض في وجه مقارنة بس أنا عايز أقول أنه القرية اللي تقرت علينا من شوية من أرمية ثلاثة قال أنه العهد الجديد هيجي من أيام أرمية على فكر ده مش اختراع جديد ده مثبت في الكتاب من أيام أرمية بس قال أنه لم يجي العهد الجديد هيفرق خالص عن اللي حاصل في العهد القديم وده اللي احنا هنشوفه لأن النظام ده كان معيوب في وضعه لأنه في العهد القديم أنه الله جاب قال لموسى تجيب خروف اسمه خروف الفصح تتبحه بطريقة معينة في وقت معين وتاخد دمه وترش به على العتبة العليا والقائمتين وكان إن ده الطريقة اللي طلعوا بها من مصر ده العهد ده بداية العهد ده الجزء الثاني من عبرانين أنت من ده بداية العهد فأنت لما تجيب الدم دم الزبيحة أول مرة يشوفه خروف أول مرة يتبحه أول مرة يحطه دم بس قال الدم ده لما تحطه على عتبة العليا والقائمتين بيقول أنا اللي أرى الدم مش أنت لأنه لم تستخبي جوه البيت أنا أرى الدم وأنا اللي أعبر عنك وانت قاعد جوه تستخبي فالدم ده ملوش علاقة بالإنسان ولكن العلاقة بالله هو الذي يرى الدم وهو الذي يعبر وده الطريقة اللي نيجي بيها إسرائيل وهناك بيها كل أبكار مصريين بس الكلام ده مش هذا في الكتاب خروف الفصح ده مكانش الغاية لكن الغاية كتفين مسيح فصحنا قد زبحا لأجلنا ده مش كلامي أنا ده كلام بوليس لكرونسوس مسيح فصحنا كان رمز فالخلاص لا يتم فيه لا الخلاص لا يتم فيه الرمز ولكن يتم فيه المسيح الخلاص يتم فيه خروف الفصح ولكن الخلاص يتم فيه المسيح كونه المرموز إليه بخروف الفصح ومن هنا جاء جاءت أنه هذا النظام كان معيوب لأنه لا يحقق الهدف منه إلى أن يأتي الحقيقة الذي يحقق هذا الهدف المقارنة اللي نعملها دي أولاً فيه ناس بتتوه في صفر العبرانين وصفر العيرون بصراحة بيفاضل ما بين اللي كان موجود في العهد القديم وللناس عايزة تستمر فيه وللناس عايزة تشتغل فيه والناس مش هين عليها أنه يجي المسيح ويقول لهم الموضوع دوت مكانش نافع ودلوقتي الإيمان بيه وبالزبيحة بتاعتي وبعمل الصليب وهو المرضي قدام الله وبالتالي طالما أنا جيت فما فيش رجوع مرة تاني للعهد القديم أو لنظام الهاروني أو لنظام التقوص وزبايح موضوع ده من فعش بالعكس لو أنت استمرت فيه ده معنى إنكار لزبيحة المسيح معنى أن أنت موضوع تحت الغضب في الدينونة وبالتالي أنا حاطت المقارنة دي أولاً لتسهيل إراية عبرانين ثمانية سينين عشان أوضح لك إنه المقارنة دي ليست لإثبات أفضلية العهد الجديد بل إنه استحالت الرجوع مرة تانية للعهد القديم مش ممكن مش ممكن أرجع تاني للعهد القديم لأنه العهد الجديد فقط هو الذي تم في غفران الخطايا بسورة نهائية وكاملة لما أنا تخفر خطايا معناها إن أنا أصبح مبرر قدام الله هذا هو مفهوم التبرير بالإيمان اللي هو عنوان الدراسة بتاعنا أما البار فبالإيمان يحيى بس إذا ارتد عن هذا التبرير بالإيمان عن زبيحة الماسية والخلاص الذي قدمه الماسية المرضي أمام الله وإن ارتد عن هذا لا تسر به نفسي أبداً وأنا حاطت بعض مش كل يعني أنا حاطت كل إنه ممكن تحط مئة واحد على فكرة بس أنا حاطت بعض الحاجات اللي بيتميز اللي كان بيحصل في العهد القديم اللي موجود على الطرف الشمال ده والعهد الجديد اللي موجود على الطرف اليمين أو الاخر سلال اللي فات دوت فلو كان الأول الأول هو الجزء اللي هناك الشمال ده لما طلب موضع للثاني هو العهد الجديد دوت فلما تجد بص على الوسيط مثلاً ليس كوجه مقارنة ولكن كان الأول ده ظل للمسيح كان موسى موجود في العهد القديم كوسيط وهو اللي كان بيقدم للناس الشرائع وهو الله اللي كان بيكلمه ونوسى يكلم الشعب عشان كده في بداية العبوراني الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء خلاص الموضوع ده راح أكلمنا هذه الأيام الأخيرة فين؟ مش في موسى ولا في ألي شعب ولا في هو شعب ولا في إليا كلمنا فين؟ ابنه نفسه جيه فين؟ جيه متجسد آه في المسيح نفسه الابن ابن الله أصبح هو الوسيد بين الله والناس وأنا بصراحة ببكي بستغرب من ناس بتقول يميني وديني لله حبيبي في العهد القديم كانت شوية مش مفهومة صعبة لكن في العهد الجديد ما عادش في مشكلة المسيح هو الوسيط المسيح قال ليس أحد يأتي إلى الآب إلا لو عايز توصل الله أورح المسيح والمسيح متاح على فك مش مستخبي متاح للجميع اتنين المسكن المسكن الحقيقي موجود في المسيح المسكن ده في ناس بتقول المسكن هو السماء المسكن ده الله لا يسكن فيه هياكل ولكن يسكن فين يسكن فيه أنا عرفك مسيح بيقول يسكن فيه يصنع منزلا في الإنسان الروح القدس يسكن في الإنسان المسيح يسكن فيه في الكنيسة التي هي جسده فهذا المسكن حقيقي هو مسكن المسيح لم يكن ظاهرا في العهد القديم ولكنه ظهر واضح فيه العهد الجديد في كل العهد القديم كان شبه الظل موجود كان الرمز موجود كانت التقص موجودة والفرايد موجودة ولكن هذه أصبحت ظل بعد ما جاء الحديد من ناحية الكهنوت في العهد القديم كان الكهنوت يأتي عن ردبة هارون يعني يأتي من نسل هارون وإحنا قلنا قبل كده أن نسل هارون كان نسل عنده مشكلة لأنه رئيس الكهنة هارون أولا عنده مشكلة هارون نفسه عنده مشكلة لأنه محتاج يقدم عن نفسه لا أصحى شوية لما يجي هارون يدخل جوه قدس الأخداس لازم يقدم أول عن نفسه وبعد كده يقدم عنه فعنده مشكلة أنه محتاج حد يشفع فيه رقم اثنين أنه بيجي في الآخر هارون ويعمل ايه؟ وبيموت لكن لما يجي المسيح ما يجيش على ردبة هارون لكن يجي على ردبة ملك الصادق ونرى أنه ملك صادق لا لي أب ولا لي نسب ولا لي حسب هذا الله الظهر في الجسد فلا يقدم على نفسه لأنه مش محتاج ولا يموت لأنه حي يشفع فينا إلى أبد الأبدين ما يموتش وأنا لو ما كانش عندي واحد يشفع فيه أنا كنت أروح أروح في داهية لو ما كانش المسيح يشفع فيه إذا هيضماني حياة الأبدية إلى الأبد هو وجود المسيح حي وإلى فأنا حيمي بحياته رقم بعد كده من ناحية النموس في العهد القديم كان النموس موجود على له حي حجر موجود جوا خيمة الاجتماع فيه تابوت العهد كانت خارجي كانش الناس عندها أي مشاعر بتنفيذه لأنه براهم وموجود على حجر لأنه الإنسان قلبه نفسه كان حجر مين بيعرفش يتفهم معه بس يجي في العهد الجديد بيقول هذا النموس أضعنا وميسي فين مش براهم هنشوف في الجزء الثاني ولكن فيه أزهانهم في قلوبهم بخلع الجسد العطير بالخلقة الجديدة يصبح النموس جوايا تصبح الحياة جوايا يصبح عامل النموس مش النموس بتاع التطهير وبتاع الفرايد وبتاع الدقوس ولكن نموس الخلقة الجديدة موجود جوايا فبعمله داخليا أما من حيث الشعب ودينا نقطة مهمة جدا في العهد القديم كان هذا النظام حكر على أولاد إبراهيم فكل أولاد إبراهيم بالجسد كان هم من بس اللي يقدموا عن الشعب إلى الله فمن فعش حد ييجي من بره صبت اللويين من بره الإسرائيليين ويدخل هيك ما يعرفش وما يقدمش عن أي حد يقدم عن شعبه بس بس جي المسيح في العهد الجديد وقال إنه أنا متاح ليس لأبناء إبراهيم بالجسد ولكن لأبناء إبراهيم الروحيين لكل ناس لإبراهيم اللي أعرفهم في غلاطية ثلاثة وفي رمية أربعة اللي هم من أبوهم إبراهيم بالإيمان كل من يطيع الله ويحفظ وصايا فهو نسل الموعد لذلك أنا حاطت هنا هذا الشعب في العهد الجديد ليس ناس لإبراهيم الجسدي على فكرة كل دول هلكوا في البرية كل دول الله لم يصر بهم كل دول إحنا كنا بنحكي عنهم ليه بتأسي قلبك كان عندهم قساوة في القلب على فكرة موجودة طول الأربعين سنة قساوة وتمرد وضد الله أول ما طلعوا قالوا يلا نعمل عجلي ونعبد هذا العجل ونقول هذه ألاتك يا إسرائيل التي أخرجتك مع أولا كل ده أي وهو الجسد يعمل كده لكن اللي بتمتع بالعهد الجديد أو بالمسيح كوسيط هو الذي يسير في خضوات إيمان إبراهيم فيؤمن بالتبرير بغفران الخطايا بعد ما المسيح يموت في النقطة قبل الأخيرة التحيي في العهد القديم كان غير كامل وإحنا شفنا أنه غير كامل لأنه لم يكتمل إلا في العهد الجديد لما يجي المسيح وزائل لأنه إحنا قلنا في الواقع بأن ألفين سنة هذا النظام مش موجود في ناس عايزة ترجعوا تاني بس ده ضد الكتاب على فكرة لو رجع هيكون ضد الكتاب إن الله أنهاء ما يرجعش مرة تاني طالما أنا عندي واحد كامل شفناها وأفضل ومضمون في ضمان المسيح فلا مجال للعودة للرجوع مرة أخرى أما في الجلوس فشفنا المسيح قد جلس في عرش يمين عرش العظم في السماوية بس المسيح لم يجلس بمفرده ودايما أنا أقترس اللي قاله أفاس الستنين خلينا أقرأ بقطع من أفاس الستنين عشان أختم الكلام دوت في أفاس الستنين بيقول بيقول كلا أنتم إحنا إسكنتم أمواتا بالزنوب والخطايا هذا الوضع اللي إحنا كنا فيه كلنا على فكر ميت بالخطيئة التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهوى الروح الذي يعمل الآن ما زال يعمل في أبناء المعصية الذي نحن أيضا تصرفنا قبلا بينهم في شهوال جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا بس اسمعني الله يبدأ من فين؟ من الله مش مني أنا على فكرة الله ليه؟ الذي هو غنيا في الرحمة يفكر كرس الرحمة ده اللي كان موجود داخل قدس أهو ده ده يمثل حضور الله الله الذي هو غنيا في الرحمة من أجل محباته الكثيرة وليس من أجل إحسناتي ولا صلاحاتي ولا أفعالي ولا بص علينا عمل لا 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 الذي من أجل رحمته ومحبته التي أحبنا بها من خلال شخص المسيح ونحن أموات نحن لسا عادين زي العازر قوة الأبر لا حراكة لنا في قمة الفساد في قمة الغضب والعسيان ونحن كنا هناك يقول كده ونحن أموات أحيانا مع المسيح شفت المسيح لما حيي ما حييش لوحده تعرف كلام ده أحيانا معه من ألفين سنة على فكر تخيل أحيانا مع المسيح بالنعمة فقط يعني في رحمة وفي محبة وفي نعمة بالنعمة أنتم مخلصون بس شفت الحتي وأقابنا أقامنا أقامنا ومش سيبنا على وش الأردنهيم ولكن يقول أجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ياه 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 ده ده اللي كان موجود في عمق الخطيئة في موت الخطيئة في الفساد في كنا أبناء الغضب كل ده يحصل فيه وأنا مكنش دريان على فكر أنا كش دريان باللي بيحصل يقول أقامنا معه والمسيح لما يجلس فين ممكن نجيب السلايد اللي قابله المسيح لما جلس جلس فين أعرف أن أجلسنا معه ليه؟ بس هو ما بيعوش براسه بيعطي كله وفين كله جسده؟ وفين جسده؟ ده إحنا إحنا جسده تخيل ويجي حد بعدين ويقعد يندف في حظه ويقول أن أنا بصلي مش لايه حد يرد علي وأنا الواحدي وأنا مش لايه حد يشفع فيه أنا مش لايه حد يتكلم معايا أنا أرى لك آية إحنا قرناها قبل كده عن خدمة المسيح كونه رئيس كهنة قبل ما هنرنم التعنيمة دي أنا حاولت أن أخلص بسرعة قبل ما إحنا نتقدم للميدا لازم تعرف أنه ماذا يفعل رئيس الكهنة أول واحد في عبراني 2 أي رقم 17 يقول من ثم كان هذا المسيح ينبغي أن يشبغ إخوته في كل شيء لكي يكون رحيم نحن لا نرحم ولا حد يعرف يرحم لكنه يعرف يرحم ورئيس كهنة أمين فيما لله أولا يكفر عن خطايا الشعب أول حاجة يعملها لما يدخل جوا قدس الأخداس يدخل بدم ويكفر لأن الكتاب عنده قاعدة واحدة بس بدون دم لا تحصل مغفرة دي قاعدة مقودة في كل الكتاب في ناس ما بيعجبهاش قواعد الكتاب المقدس براحتك حاول بس الكتاب له قواعد والقاعدة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة هالسفك دم الزبيحة الحيوانية كامل مغفرة لغاية ما يجي المسيح كانت المغفرة دي بتيجي على حساب اللي بيعمله المسيح في الصديق بس بعد كده مفيش رجوع مرة تاني لكي يكفر عن خطايا الشعب لأنه فيما هو تألم مجربا يقدر يعرف اتعلم أن يعين المجربين مين المجربين دول؟ إحنا حالتنا على فكرة إحنا مجربين في عالم موضوع في الشرير كلنا مجربين عشان كده يقدر يقول كده في أصحاح 4 مرة تاني عن هذا الرئيس الكهنة شفناه قبل كده في أصحاح 4 أي 14 فإذا لا كان رئيس كهنة عظيم قد اكتاز السماوات أي سماوي يسوع ابن الله فاللي نتبسك بالإكرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثل الضعف وأن قبل كده المسيح يرثل الضعف وليس للخطيئة وللتمرد والعسيان بل مجرب في كل شيء مثلنا ولكن بلا خطيئة فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا نعمة عونا في حنور خلاصة الكلام اللي كان بيقولها أي حد أي حد ماذا يعاني من تأثير الخطيئة في القلب ماذا يعاني من تأنيم الضمير ماذا يعاني من مشاكل ومش قادر يتحرر من الخطيئة مسيح بيقول أنا أشفى عنا كوني رئيس كهنة أنا أعرف أعمل ده أنا أعرف أمسك بإيدك واخدك من موت الخطيئة إلى قيامة في الحياة الأبدية في السمويات معايا وده اللي عمل المسيحة الصليب على الفكر ده هدف مجيء المسيح وموته صلبه إنه يكمل اللي كان أن النظام بتاع الهارون مش قادر يعملوه خلينا هنرنم مع فريق الترنيم وفي الآخر أنا هاختم بصلاة وبعد كده هيبقى فيه فرصات للتقدم للمائدة وإحنا بنرنم الترنيمة دي الترنيمة دي جميلة جدا وأنا بصراحة حاسني هي في صلب الموضوع فإحنا لدينا الرئيس كهنة لدينا الرئيس كهنة لدينا الرئيس كهنة وعظيم بيقدر يشفع في المجربين وإحنا كلنا في يوم أو آخر بنحس بوعكة الحياة ومشاكل الجسد والقاطية وبنصرخ أحياناً وبنتقلم مش عارفين بلا ما تشكيلي همك روح للمسيح وقولي رب ساعدني لو تعبتم القعدة ممكن نقف بنشترك في الترنيمة دي أنا عايزك تصليها عايزك تصدقها عايزك تصدق في المكتوب وتقرر إنك تعيش لمسيح نحن بديك في المدى تقرر إنك أيس تصدق ليك باللاحية تقرر إنك تعرم فيا بتغم tänغا شيطا تقرر إنكا يا ساه آمين لزم لينك بالجم موسيقى 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 موسيقى